موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدي قناة الرافدين الفاضلين إلى حديث متجدد من أحاديث الشريعة الإسلامية وفكرها عبر برنامج مقاصد يقول الله عز وجل في التنزيل العزيز مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم هذا بيان قرآني بوظيفة السنة النبوية التي جاءت شارحة لكلام الله تعالى في القرآن ومفصلة لمجمله ومخصصة لعامه ومقيدة لمطلقه ومن السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمتواتره وأحاده في هذه الحلقة من برنامج مقاصد نتحدث عن حديث الأحادي ومنزلته في السنة النبوية والأهمية التي حواها في الشريعة الإسلامية وموقف السلف ومن سار على دربهم منه كما نتطرق لمسألة رد الاحتجاج به وأسباب ظهورها تفاصيل هذا كله تأتيكم بعد هنا يسعدنا للحديث عن مضوع حلقتنا هذه أن نضيف دكتور محمد مجير الخطيب الحسني شيخ دار الحديث النورية أهلا ومرحبا بكم دكتور يعني أريد أن أبدأ معك في هذه الحلقة من اقتباس وأبني عليه سؤالي لو أذنت لنا دكتور يعني حينما سئل عبد الرحمن بن وهدي رحمه الله وهو أحد أعلام السنة النبوية عن سفيان الثوري والإمام الأوزاعي والإمام مالك وعلاقتهم بالسنة النبوية قال إن الإمام سفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة الإمام الأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث وأما الإمام مالك فهو إمام في كليهما نريد أن نفسر هذا المعنى يعني نفهم السنة النبوية من خلال هذا الكلام والفرق بينها وبين الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين لفظة السنة هي من الألفاظ المشتركة بين معاني كثيرة فأول هذه المعاني المعنى اللغوي للسنة وهي السنة السيرة والطريقة والمعنى اللغوي هو الذي كان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من رغب عن سنتي فليس مني وهناك معاني اصطلاحية للسنة باختلاف العلم الذي تطلق فيه تلك اللفظة فإذا نظرنا إلى معنى السنة عند أصحاب الحديث نجد أن معنى السنة ينطلق إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته وأما معنى السنة في علم أصول الفقه فيتعلق بالجانب التشريعي من السنة التي يقولها المحدثون يعني المحدثون يتحدثون عن كل الجوانب المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت تشريعا أو كانت غير تشريعا أما الأصوليون فيقتصرون على السنة التي يؤخذ منها التشريع لذلك يقصرون تعريفهم على أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا أطلق لفظ السنة عند المتكلمين في العقائد فالسنة هنا يراد بها الاعتقاد السليم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم فالعلم بالسنة إذن على مقتضى كلام الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى يريد بالسنة والله أعلم ما يستفاد منه الفقه يعني يريد بالحديث عموم المرويات وأما السنة فهي ما يؤخذ منه أحكام فقهية بقي لدينا معنى السنة عند الفقهاء وهو الأمور التي واضب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت مستحبة لمواضبته ومن هنا قسموا الأحكام التكليفية إلى فرض ومستحب سموه السنة ومباح ومكروه ومحرم فمعنى السنة في كتب الحديث مثلا يقال كتب السنة هي الكتب التي تجمع الأحاديث التي يستفاد منها أحكام التشريع فهي السنن وأما سائر المرويات فهي الحديث فعند علماء الحديث إذن الحديث والسنة أمر مترادف عند علماء الأصول الحديث أوسع من السنة لأن السنة مقتصرة على الأمر التشريعي والحديث يتعرض لجوانب أخرى من أموره وشؤونه صلى الله عليه وسلم لكن بدأ من حديث عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه ثم تمبين هنا بين الحديث وبين السنة فعندما يكون سفيان الثوري إماما في الحديث ولكن ليس إماما بالسنة وبخلافه يكون الإمام الأوزعي فثم تمبين هنا يعني كأنه يريد الأمر الفقهي والله أعلم طبعا ليس عبد الرحمن بن مهدي بحكم على سفيان الثوري لكن هذا مجرد تعبير هو عبر عن رأيه في هؤلاء الآئمة الثلاثة وإلا فالإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى من أكابر المسلمين رضي الله عنه طب حينما نتحدث عن السنة دكتور يعني وعن الإسلام أو عن التشريع فما الموقع الذي تشغله السنة النبوية في هذا البناء التشريعي هذا الصرح التشريعي يقول المولى جل جلاله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فالقرآن الكريم مجمل السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام هي التي بيّنت هذا الإجمال ففصلته وما فيه من إطلاق قيدته وما فيه من تعميم خصصته إلى آخر هذه المباحث فلا يمكن العمل بالقرآن بدون مرشد من السنة فهذه وظيفة السنة التي هي بيان القرآن لذلك لا نجد في القرآن تفاصيل الصلاة تفاصيل كيفية الصلاة لا نجد في القرآن تفاصيل أحكام الزكاة لا نجدها في القرآن تفاصيل مناسك الحج لا نجدها في القرآن كثير من الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والبيع والشراء لا نجدها في القرآن لكننا نجدها في السنة بالتفصيل نجد أصولها في القرآن ولا نجد تفاصيلها طبعا لا نجد تفاصيلها فلا يمكن التعبد بها مثلا أقيم الصلاة وجدنا هذا الأمر الإلهي في القرآن كيف نقيم الصلاة لا يوجد بيان بيانه في السنة لذلك هناك أكثر من ستين آية في القرآن الكريم تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بأمره ونهيه يعني بعض الناس تشغبوا على هذا الأمر وتقول أن السنة كانت صالحة للزمن الذي كان فيه الصحابة وربما تتابعون من بعدهم أين يشتق الأمر أو أين يفهم دلالة المعنى على أن هذا الأمر واجب لكل زمان ومكان هذا من أخطر الاعتقادات لماذا؟ لأن هذا سيجعل أن القرآن الكريم وحاشى لله وكلا له مدة صلاحية يعني عندما يقول الله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ إذن تكون مدة صلاحية هذه الآية هي العشر سنوات التي كان صلى الله عليه وسلم فيها على قيد الحياة وبعد ذلك ينقطع العمل بها فهذا تعطيل للعمل بالقرآن لذلك الخطاب القرآني هو خطاب للمسلمين إلى قيام الساعة وأي دعوة أن هذا الخطاب مخصوص بمرحلة زمانية أو ببقعة مكانية فهو تعطيل للقرآن عن وظيفته التي أنزله الله عز وجل ليكون هاديا للناس هل يدخل أقوال الصحابة والتابعين في السنة أم أنها أمر منفصل؟ السنة عند المعنى الحديثي لا يدخل فيها أقوال الصابحين السنة في المعنى الحديثي لا يدخل فيها أقوال الصحابة والتابعين لأنها المراد بها الحديث النبوي أما عند علماء الأصول ومن ذهب من الفقهاء إلى العمل بقول الصحابة والتابعين فإنه يستدل بأقوال الصحابة على بعض المسائل الفقهية لأن الصحابة هم الذين شاهدوا التنزيل وعاينوا التشريع في إبان نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ذهب فريق من الفقهاء إلى اعتبار أقوال الصحابة رضي الله عنهم من أدلة الفقه لكن القول الذي عليه الأكثر أن قول الصحابة في ذاته ليس بحجة يحتج بها فتكون السنة هنا بمعنى أن ما قاله صلى الله عليه وسلم وما عمل الصحابة بمقتضاه ثم فسره التابعون هذا الامتداد التاريخي هو امتداد السنة حتى وصلت إلى الفقهاء الذين دونوا هذا الإرس في مذاهبهم وفي مدارسهم الفقهية يعني قلت أن قول الصحابي بذاته ليس حجة القول نفسه أم أنه فقط لمجرد أن شخصا واحدا قاله لا القول نفسه لأن التشريع لله عز وجل والله عز وجل أرسل رسوله هاديا للناس فربما كان قول الصحابي اجتهادا منه فلا يلزم غيره أما إذا تكلم الصحابي بأمر لا يقال بالرأي يعني لا يمكن أن يجتهد فيه كأن يخبر عن كيفية من كيفيات الصلاة أو يخبر عن أمر غيبي إما غيبي سابق أو غيبي لاحق أو شيء يتعلق بالجنة والنار فهذا ليس اجتهادا منه هذا يسميه العلماء حديث موقوف له حكم الرفع يعني يكون له حكم قوة الاستدلال عن النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام طب هذا دكتور قد يتناهى إلى المشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد طيب يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين اجتهد في مسائل ظهرت للصحابة أنها في موضع النص كما في قضية مثلا سواد العراق خالف فيه مجموعة الصحابة كيف يكون هنا كلامك يعني قول الصحابة في ذاته ليس حجة ونحن مأمورون باتباعه نحن مأمورون باتباع الخليفة الراشد لأن القاعدة المقررة أن حكم الحاكم يرفع الخلاف وهؤلاء هم خيار من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك إذا اختلف المسلمون في وقتهم في وقت هؤلاء الخلفاء الأربعة فلا مناص عن التسليم لقولهم لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يخالف سيدنا عمر رضي الله عنه في بعض القضايا ويكتم ذلك لأن سيدنا عمر هو الأمير واجب الطاعة وحتى لا يكون هناك خلاف ولا شقاق يكتم هذا الأمر فلما توفي رضي الله عنه أفتى بن مسعود بقوله بقوله هو فهذا راجع إلى أن هؤلاء تجب طاعتهم وهم من جهة أخرى خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الجملة اجتهادهم أفضل من اجتهاد غيرهم وهذا منصوص عليه طاعتهم يعني هذه خصيصة بهم نعم الراشدين الطاعة للأمير الراشد يدخل فيها من باب أولى نعم يعني إذا كان الأمير مسلما طبعا البحث هنا في الأمير المسلم الذي له الصفة الشرعية في الإمارة فهذا تجب طاعته فكيف لو كان خليفة راشدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة نعم يعني حقيقة كان هذا مقدم لموضوع الحلقة الأساسي وهو حديث الأحاد الذي سنبحثه معكم بعد قليل حجيته ومنزلته ومسألة رد الاحتجاج به مشاهدين الكرام وقفة قصيرة ومن ثم عودة للمواصلة مشاهدين الكرام ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث عن حديث الأحاد وأهميته وحجيته ودائما حديثنا في هذه الحلقة مع دكتور محمد مجير مجير الخطيب الحسني أجدد الترحيب بكم أهلا وسهلا بكم ومرحبا بين الفينة والأخرى تثار مشكلة حديث الأحاد واليوم في هذا الزمان حقيقة أخذت بعدا كبيرا وروعية من قبل وسائل الإعلام ومن قبل حتى ربما حكومات في بعض الأحيان قبل الحديث عن هذه الإشكال نريد من فضيلاتكم بيان ما هي حديث الأحاد طيب النبي عليه الصلاة والسلام من المعلوم لكل أحد أنه كان يعيش حياته البشرية صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه لذلك لما كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدعي الكتاب ويكتبون القرآن وكان يصلي بالقرآن بالمسلمين أما الحديث الذي هو بيان القرآن فهو كل أقوال وأفعال وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون في بيته وحده مع أم المؤمنين وتارة يكون على منبره في مسجده وتارة يكون في غزوة وتارة يكون في حجة الوداع وأمامه الآلاف من المسلمين إذن الظروف الحياتية للنبي عليه الصلاة والسلام ليس محاطا في كل لحظة بالصحابة فلا غرابة أبدا ولا عجب ولا استبعاد أن ينفرد صحابي بسماع شيء أو رؤية شيء من النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر ينبغي أن يكون واضحا الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم أو يخطب يسمعه أعداد كثيرون الذين ينقلون منهم هم بعضهم وهذا أمر مشاهد في الحياة الحاضرة ربما تكون هناك مهرجانات كبيرة جدا يحضرها الآلاف وتخطب فيها الخطب ويسمعها آلاف الناس بعد سنة أو سنتين لا تجد من الطرق الرسمية لنقل هذه الخطاب إلا قناة أو قناتين فهل انفراد هذه القناة أو القناتين أو هذا الناقل أو ذاك هل انفراده يلغي سماع هذه الآلاف المؤلفة لا يلغيها لذلك حديث الآحاد هو من هذا النمط إما أن ينفرد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة فيسمع منه الصحابي ما لم يسمعه غيره أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بشيء لا تتوفر الدواعي لنقله فيبقى من الصحابة عدد قليل في آخر عصر الصحابة يحرص التابعون على سؤالهم وعلى البحث عن أمور دينهم فيخبرون بها التابعين فيكونون منفردين بالرواية وليسوا منفردين بالسماع يعني هذا المعنى مشهور معروف في المجتمع لم يكن هذا المعنى غائبا عن المجتمع حتى أتى هذا الصحابي فأخبر عنه هذا هو الحال أغلب ما يروى من روايات فردية وحال الأقل من تلك الروايات الفردية هي انفراد صحابي حقيقة رأى من النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا أو سمع قولا لم يشاركه فيه غيره ثم هذا في طبقة الصحابة بعد طبقة الصحابة رضي الله عنهم جاء التابعون التابعون ليسوا طبقة واحدة يوجد كبار التابعين الذين أدركوا كبار الصحابة ويوجد أواسط التابعين أدركوا أواسط الصحابة ويوجد صغار التابعين الذين أدركوا أواخر الصحابة في طبقة صغار التابعين حصل هناك في الأمة نفير الصحابة بدأوا يقلون جدا فحصل نفير وكان من الذي استنفر الناس أيضا سيدنا عمر بن عبد العزيز فأمر بتدوين الحديث وأن يجمع في كل بلد ما فيها من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدون وحصل أمر ثاني الرحلة في طلب الحديث فصار البصريون يسمعون أن صحابيا في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرحلون خصيصا للسماع منه وإدراكه مع أن المعنى الذي يريدون سماعه ربما قد وصلهم لكن يريدون سماعه من مصدره بهذين الأمرين الرحلة والتدوين بدأ الحديث يكتسبوا اتساعا يعني كان هذا الصحابي هو الذي ينفرد بالإخبار عن السماع فجاء التابعون قصدوه فبدأ ينتشر لذلك نسمي هؤلاء التابعين من تدور عليهم الأسانيد هؤلاء سيكونون في المرحلة القادمة من تاريخ السنة سيكونون المحطات الرئيسية التي أخذ عنها كثيرون فإذا المرحلة الشفوية الآحادية للحديث هي عبارة عن طبقة الصحابة وكبار التابعين وصغار التابعين في مرحلة أتباع التابعين سيكون الحديث منتشرا أضرب على ذلك مثالا كلنا يعلم الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات هذا الحديث المشهور يرويه تابعي صغير هو يحيى ابن سعيد الأنصاري عن تابعي متوسط هو علقمة هو محمد ابن إبراهيم التيمي عن تابعي كبير هو علقمة ابن وقاص الليثي عن سيدنا عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم إذن عندي ثلاثة من التابعين في السند هم باعتبار الطبقة العامة طبقة واحدة صار عندي طبقة الصحابة والتابعين انفرد يحيى ابن سعيد برواية هذا الحديث لم يرويه غيره لكن هذا المعنى ليس مجهولا عند الناس إنما وصلت الرواية عن طريقه عن يحيى ابن سعيد الأنصاري كتبه الإمام مالك المدني يحيى ابن سعيد الأنصاري مدني كتبه الإمام مالك وهو مدني كتبه سفيان ابن عيينة وهو مكي كتبه سفيان الثوري وهو كوفي كتبه الإمام أبو حنيفة وهو كوفي كتبه الليث وهو مصري كتبه الأوزاعي وهو شامي كتبه عبد الله بن المبارك وهو خراساني فانتشر هذا الحديث في الأمصار كلها إذن أين مرحلة الآحادية فيه هي في طبقة التابعين والصحابة كثير من الأحاديث هي بهذا الشكل صحابي يرويه عنه تابعي كبير وعنه تابعي صغير ثم ينتشر الحديث لكن دكتور في هذه الجزئية بالذات قد يرى الذين يتحدثون على حديث الأحادي بأن الحلقة الأضعف هنا هو يحيى بن سعيد وهو التابعي الصغير فكيف يمكن علاج هذه المسألة المنفردون بالحديث أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد وصفهم الله تعالى في كتابه فلما ذكر المهاجرين قال وأولئك هم المفلحون عفوا لما ذكر المهاجرين قال أولئك هم الصادقون ولما ذكر الأنصار قال أولئك هم المفلحون فالصحابة الرواة غالبهم مهاجرون وأنصار تعديلهم في كتاب الله جل جلاله إذن هذا عقيدة دينية ولا يحتاج إلى تعديل من عدله الله أما التابعون ففيهم تعديل إجمالي التعديل الإجمالي يقول الحق جل جلاله والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كيف نعلم من هو التابع بإحسان طبعا التابعين بإحسان ليسوا مقصورين على طبقة التابعين يدخل فيها أتباع التابعين ومن تبعهم ومن سيتبعهم إلى قيام الساعة لكن يدخل التابعون دخولا أوليا فمن يحدد أن هذا تابع بإحسان ولا ليس بإحسان يحدده ثناء الناس عليه وعدم قدحهم فيه ويحدده أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إذن الأصل في التابعين العدالة حتى يأتي الجرح لذلك الأمة قبلت روايات هؤلاء عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يحصل الإشكال إذن فرد التابعي ثم لم ينتشر عنه الحديث بقي فردا إلى طبقة أتباع التابعين هنا يبدأ شيء يسميه العلماء الغرابة غريب غريب فالغرابة إذن هي تفرد وهو نوع من أنواع حديث الأحد نعم هو تفرد من بعد التابعين نعود الآن إلى قضية حديث الواحد أو خبر الواحد أو خبر الخاصة الإمام الشافعي رحمه الله له عبارة خبر العامة وخبر الخاصة خبر العامة يعني الخبر المشهور خبر الخاصة ما ينفرد به الواحد عن واحد هذا الخبر هل يجب علينا أن نعمل به أم لا يجب علينا العمل به إذا توفرت فيه شروط معينة هذه الشروط هي شروط معيارية يعني هي مرجعها إلى اتفاق العقلاء على اشتراط هذا في الأخبار فمثلا لما أسمع من إنسان خبرا أقول له من حدثك يقول لا أدري سمعت هكذا كلاما نقول نحن لا نصدق هذا الخبر حتى تذكر لنا الواسطة بينك وبين المصدر إذن اتصال السند هو أمر يطلبه العقلاء كذلك إذا كان الناقل معروفا بالكذب كيف نقبل خبره لا بد لنا أن يكون الناقل عدلا إذا كان الناقل ممن لا يضبط الكلام ويعرف أنه يخطئ إذن لا بد لنا أن يكون هذا الناقل ضابطا ومن هنا تشكلت الشروط المعيارية في قبول الخبر التي بيّنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة وخلاصتها ما يذكره علماء مصطلح الحديث من شروط الحديث الصحيح اتصال سنده وعدالة رواته وضبطهم وسلامة الحديث من الشذوذ والمخالفة عند الشذوذ والمخالفة يعرض الحديث على ما هو أقوى منه من الأدلة فهنا ميدان قبول الخبر أو عدم قبوله أو ترجيح لأمر علمي وليس لمجرد كونه خبر واحد لذلك من وجد من السلف رحمهم الله أو السابقين رد بعض الأحاديث لم يردها لكونها خبر واحد إنما ردها لشبهة مخالفة ذليل أقوى يعني مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى يشتهر عنه العمل بفتاوى علماء المدينة والعمل بعمل أهل المدينة فإذا جاء حديث مروي بسند آحادي يخالف العمل المستفيد في المدينة فيقول لك رواية الجماعة عن الجماعة عن الجماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أقوى من رواية الواحد عن الواحد عن الواحد إذن هنا الرد ليس لمجرد الآحادية الرد هنا لأن هذا الآحاد خالف دليلا أقوى منه كذلك عند الإمام أبي حنيف رحمه الله تعالى إذا روى الراوي شيئا وأفتى بخلافه فيا ترى نعمل بروايته أم نعمل بفتواه كذلك مثلا إذا روى الراوي شيئا تعم البلوى به يعني يحتاج إلى السؤال عنه ثم ينفرد الراوي بشيء يستغرب انفراده به فهنا التوقف في قبول الخبر ليس لكونه مجرد خبر واحد إنما لمخالفته لما هو أقوى منه عند المجتهد فإذا خلت هذه الأمور ولم توجد لا يوجد أحد من علماء المسلمين رضي الله تعالى عنهم من أهل السنة والجماعة يرد خبر الواحد لكونه خبر واحد وإلا فإن الإنسان في حياته العامة يحتاج أن يرد أخبارا كثيرة الآن نحن في الطب نذهب إلى الطبيب ونعتمد على خبره إن كان خبره لا يقبل كيف نقبل التحاليل الطبية كيف نقبل إخبار الطبيب كيف نقبل كل شؤون الحياة تؤدى إلينا بخبر واحد فالدين أيضا من جملتها تؤدى للأمة بخبر واحد لكن وجب على الأمة أن تعمل به في هذه القضية قد يقول قائل يعني مستدركا ربما أو معقبا أنه في المسائل الخطيرة في حياة الناس إذا ما جاءهم خبر وفات أو خبر زلزال أو خبر شيء خطير وكبير لا تطمئنه نفسه لخبر الواحد فيحتاج إلى التأكد من هذا الأمر طيب لذلك المقدمة التي ذكرتها أن عدد الناقلين أقل من عدد السامعين هذا يريحنا في هذا أن المعنى لم يصل إلى الأمة بمجرد خبر الواحد إنما الوثيقة الثبوتية هي خبر واحد أما المعنى موجود لذلك مثلا خبر الزلازل الناس كلها تشعر به لكن بعد خمس سنوات ما العمدة على الزلزال على وكالة أنباء معينة أو على جهة معينة لديها وثيقة تظهرها لمن تأخر ولم يشهد هذا الزلزال فالناس في زمن الصحابة وفي زمن التابعين ليسوا على غفلة عن دينهم وكذلك في زمن أتباع التابعين يعني باختصار الأئمة الأربعة لم يأتوا بالدين مبتدأ باستنباطهم إنما هم نقلوا ما كان معلوما قبلهم عن تابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أيضا الأنساب هل يشك أحد من الناس أنه من بني آدم لا يشك طيب إذا قلنا له أعطني نسبك إلى آدم إلا داروين طبعا هذا ليس من بني آدم فإذا قلنا له أعطني نسبك إلى آدم لا يوجد لديه نسب يوجد بعض الأسر الحاكمة مثلا كان في العالم القديم يسوقون الأنسابهم إلى آدم النبي عليه الصلاة والسلام سيق نسبه إلى عدنان وبعدها قال كذب النساب إذن تواتر المعلومة بين الناس وإن لم تكن بالألفاظها هو مقوي لما ورد من تلك الأخبار التي وردتنا عن طريق الآحد يعني أقصد أن أقول وردتنا عن طريق الآحد بألفاظها لكن معانيها مستقرة في الأمة لكن خبر الأحد لا يفيد بالضرورة أن يكون النقله فرد واحد وإنما قد يكون فردان أو ثلاثة أو ربما أربعة ما لم يبلغ التواتر والتواتر ربما يكون قضية إشكالية في تحديد خبر التواتر عند العلماء لكن دكتور هل خبر الأحد كان معتمدا عند السلف عند الصحابة كان يأخذ به طبعا يعني مثلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام شهد رجل صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم عند تحويل الكعبة القبلة من الكعبة عند تحويل القبلة إلى الكعبة فذهب فمر بقوم في مسجدهم من المساجد الأحياء فوجدهم يصلون إلى بيت المقدس فأخبرهم وهم في الصلاة أن القبلة صارت إلى الكعبة فاستدار القوم وهم في صلاتهم وكان معهم نساء أيضا فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء واستداروا بوجوهم إلى بيت المقدس بخبر واحد وهذا أمر صلاة وأمر قبلة والقبلة هي من أهم معالم الدين كذلك كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يشربون خمرا فمر بهم واحد من الصحابة قال ألا إن الخمر قد حرمت فأهراقوا الخمر في لحظتها إذن أمر مألوف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم العمل بخبر الواحد والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أرسل إلى الملوك إلى هرقل وإلى كسرى أرسل رسولا ومعه كتابه من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم وهذا أيضا بواسطة واحد طب كيف تفسل توقف النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع خبر ذو اليدين وكذلك فعل عمر كذلك فعل أبو بكر هنا عند حصول تشكك في الإنسان يطلب البينة يعني الإنسان إذا جاءه خبر لم يتشكك فيه لا يطلب بينة متى يطلب البينة عند التشكك فسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه القضية لم تمر قضية ميراث الجدة ميراث الجدة ما مرت على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وهي تطلب ميراثها فشهد أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس طيب هذه أمر قضائي ليس مجرد أمر رواية هنا يوجد قضاء فأحب سيدنا أبو بكر أن يتثبت حتى يمضي الحكم القضاء والقاضي يحتاج إلى شاهدين فطلب هل يوجد أحد سمع معك هذا الكلام فقام من سمع معه وأدلا بما سمعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر رضي الله عنه كذلك أخبره سيدنا أبو موسى الأشعر بحديث قال ايتني بمن يشهد معك أراد سيدنا عمر أن لا يسرع الناس في الرواية حتى يكونوا متثبتين منها ولو كان هذا المنهج العمري هو في كل حديث لكان لدينا آلاف القصص سيدنا عمر ما سأل إلا أبو موسى الأشعر عن حديث واحد إذن هو ليس منهجا مضطردا في أنه كل حديث واحد نحتاج إلى تثبيته إنما هو لتنبيه الناس فقط وهذا قد ينقلنا إلى مساحة أخرى يعني من الحديث هو أن حديث الأحاد لا يفيد العلم نعم لا يفيد العلم وعدم إفادته للعلم لا يقتضي ترك العمل به يعني هناك أمر خطير جدا جدا في حياة الإنسان الذي هو النسب هل يوجد أحد يستطيع أن يقطع بنسبه على قواعد المناطق في قضية العلم والظن ما فيه المؤتمن المؤتمن على النسب هو امرأة واحدة فقط لا أحد غيرها يعلم أن هذا الولد من ذلك الرجل فهل يقبل أي إنسان أن يقال له إن نسبك إلى أبيك ظني لا أحد يقبل ثبوت السنة بالنسبة لنا أوضح بكثير من ثبوت الأنساب إلى الآباء لأنه ما رواه رجل أو رجلين رواه جماعة كثيرون لكن لم يبلغ التواتر لذلك لا يهولن أحد علينا بقضية أنه ظن ليس قطعا هو ظن نعم والظن يجب العمل به كما يعمل الإنسان به في أخطر القضايا إذن من أين نشأت قضية الحديث برد برد الاحتجاج بحديث الأحد عند المسلمين إذا لم تكن يعني هذه من المسلم بها أو لم تكن مطروحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أين نشأت هذه البدعة كما يسميها بعض العلماء يعني رد الخبر الواحد هذا حصل من بعض الاتجاهات التي أنكرت بعض السنن والإمام الشافعي رحمه الله تعالى له رسالة جماع العلم ناقش فيها هؤلاء الذين يردون خبر الواحد ووجد من بعض الفقهاء كما ذكرت رد خبر الواحد لا لكونه واحدا وإنما لبعض الإشكالات مع سائر الأدلة يعني رد خبر الواحد مع عمل أهل المدينة خبر الواحد مع ما تعم به البلوى مثل هذه الأشياء ضمن هذه الضوابط أما رد خبر الواحد مطلقا فهذا لا يعرف عن علماء أهل السنة خاصة يعني في مسائل الحلال والحرام هذا لا يعرف هناك قضية يتطرق إليها وهي قضية الاعتقاد أن خبر الواحد في الاعتقاد هل يوجب أن نعتقده أم لا هنا علينا أن نكون منصفين وأن ننظر الاعتقاد على قسمين هناك أصول العقائد وهناك فروع العقائد أصول العقائد هي ما يتعلق بإثبات صفة لله عز وجل أو بإثبات نبوة لنبي يعني ما يجب لله سبحانه وما يجب لشخص أن يكون نبيا سائر أمور العقائد مما يتعلق بالملائكة والجنة والنار هذه يسميها العلماء السمعيات لا يوجد من أهل السنة والجماعة أشعريهم وما تريديهم وحمبليهم من يرغب عن ذكر خبر الواحد في هذه السمعيات إنما الكلام في خبر الواحد في الأمور القطعية التي قلنا الواجبات لله عز وجل أو إثبات النبوة والرسالة لشخص معين هذه بحمد الله كل أدلتها قطعية سواء أكانت من القرآن أم كانت من السنن المتواترة تواترا معنويا بقي الخلاف في جزئية صغيرة بين المدارس العقدية عند أهل السنة هناك بعض الصفات يسميها العلماء الصفات الخبرية فبعض العلماء أثبتها بهذه الأحاديث بعض العلماء قالوا هذه الصفات ترجع إلى صفتي الإرادة والقدرة يعني الفرق هل هي من أصول العقائد أم هي من فروع العقائد فمن جعل هذه الصفات راجعة إلى صفتي الإرادة والقدرة قال هذا من فروع العقائد فلم يشتغلوا برد الأحاديث اشتغلوا بتأويلها من لم يقل بظواهرها اشتغل بتأويلها فلذلك لا يوجد عند أهل السنة والجماعة هذا الموقف الذي يروج له اليوم برد خبر الآحاد ومع الأسف انتقل على لسان بعض الذين يتحدثون في هذه الأشياء ويحسن الناس الظن بهم انتقل من قضية القطعيات إلى قضية الحلال والحرام فصار الآن يخرج بعض الناس يعترض على حكم شرعي فيقال له هذا ثابت بالسنة يقول خبر آحاد هذه الفضيلة من الفضائل ثابت بالسنة يقول خبر آحاد فصار يتذرع الجهلة ومن ليس لديهم إدراك لتعابير العلماء وكلماتهم لرد الشرائع بدعوى حديث الآحاد وهذا أمر مخترع اليوم وهناك جهات كما تفضلت في بداية الحديث تروج لذلك وتسهر عليه ليل نهار طيب قبل أن نذهب إلى الفاصل ونبحث معكم المحور الأخير يعني أنت قلت فصلت في مسائل العقيدة بين القطعيات أو أصود العقائد وبين فروعها وقلت بأن حديث الآحاد يأخذ به في قضايا فروع العقائد وأن الأصل في مسائل أصود العقائد كما إثبات نبوة لشخص لا يأخذ به في موضوع خبر للأحاد يعني هذا قد يتعارض مع مثلا بعثات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقياصرة يخبرهم فيها أنه نبي الله نعم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا واحدا في أمر قد اشتهر يعني العرب كلهم تتكلم أن هناك رجلا خرج بمكة فهذا يسمى القرائن يعني هو خبر آحاد احتفت به قرائن لا يجسر أحد أن يدخل إلى الملوك بصفة غير رسمية فعرف عند الملوك أن هناك رجلا في جزيرة العرب اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ودعوته كذا وكذا والآن جاء رسول منه فالرسول هو واحد لكن هذه الآحادية محتفة بالقرينة التي هي وجود هذا الملك واشتهار هذا الأمر في العالم بقي أن نبحث نتائج رد الاحتجاج بخبر الأحاد بعد الفاصل الأخير لو أذنت فاصل أخير ومن ثم عود الاستكمال للحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحبا مرحبا بكم مشاهدين الفاضلين في حوارنا الأخير هذا الجزء الأخير من حوارنا دكتور بما تفسر الآن اشتداد ظاهرة الحديث عن رد الاحتجاج بحديث الأحاد ماذا يعني ذلك هناك جملة أو قاعدة قالها ابن خلدون رحمه الله تعالى أن المغلوب مولع بتقليد الغالب هذا اشتهر عنه الحضارة الغربية اليوم بمادياتها بنمط حياتها بنمط تفكيرها غزت العالم هذا أمر لا نستطيع المكابرة في نفيه فصارت الآن الطبائع الاجتماعية في الشعوب المسلمة هي ضمن هذا الإطار الغربي وهذا يناقض السنة النبوية لأن السنة النبوية هي تفيد نمطا متكاملا في الحياة لا يمكن أن يلتقي مع النموذج الغربي فيعيش المسلم المعاصر في صراع فكري وفي ضمير متناقض بين معتقد وبين سلوك واقع الإنسان دائما يحاول أن يتخلص من هذا التناقض ومن هذا الاضطراب لذلك الأجيال التي سبقتنا كانت في أول هذه المحنة كانت ثابتة على عقائدها مع مخالفة أنماط حياتها لما تعتقد الجيل الحالي يريد أن ينسجم بين معتقده وبين نمط حياته لذلك سيضحي بهذا المعتقد فمن ضح بهذا المعتقد أعلن أنه خرج من الإسلام ولا يريد الدين إلى آخره سواء أعلن أم لم يريده نعم وهناك فريق دينه غال عليه لكن في نفس الوقت نمط الحياة الذي يعيشه مقدس لا يريد التنازل عنه الحديث تقصر نمط الحديث في الحياة لذلك هو سيحاول أن يوجد نسخة دينية توافق نمط الحياة الحديثة فيبحث عن هؤلاء المشككين طبعا النمط الإسلامي في الحياة مع دينه في السنة القرآن مجمل وبالقرآن ممكن أن يأتي إنسان ممن يحرف الكلمة عن مواضعه فيلوي أعناق النصوص أما السنة مفصلة دقيقة جدا في أدق تفاصيل الحياة لذلك سيؤدي به القول إلى إنكار للسنة جملة وعندما تتفضل عن هذا السنة يعني خبر الأحاد خبر الأحاد أكثرها ومع الأسف تطوروا الآن إلى رد المشهور من السنة مثلا في أشياء مشهورة من السنة معروفة يردونها في أشياء هي من ظواهر القرآن يردونها مع مكابرتهم أنهم يتبعون القرآن فهذا التناقض أدى إلى إنكار السنة بالجملة وإلى رواج أقوال من يشجع الناس على الشك يعني هناك من من المغرضين من لا يقصد إقناع الناس بقوله يكفيه التشكيك بعد مرحلة من التشكيك تأتي المرحلة الأخرى من الإقناع بالرأي الآخر هل من المقبول إخضار حديث الأحاد للمنطق العلمي أو للعلم؟ المنطق العلمي علينا أن نفرق بين الحقيقة العلمية وبين النظرية نعم أما الحقيقة العلمية فلا يوجد عقل صريح يخالف نصا صحيحا أما النظرية العلمية فعندنا نحن رواة الحديث أصدق من المجربين في النظريات العلمية حتى تتحول النظرية إلى حقيقة إذا تحولت إلى حقيقة لن تصادم نصا شرعيا أما المشكل في محاكمة السنة إلى الثقافة السائدة يظنون أنهم يحاكمون السنة إلى العقل وهم إنما يحاكمون السنة إلى ثقافتهم ولا إلى عقولهم طيب يعني السؤال الأخير في هذه الحلقة دكتور إبطال الاحتجاج أو رد الاحتجاج بحديث الأحد ماذا يترتب إذا ما عمل به ماذا يترتب على ذلك يترتب هدم الإسلام من أصوله كيف يعني إبطال العمل بالقرآن من لم يعمل بالسنة بدعوى أن السنة آحد إذن سيبقى القرآن على إجماله ولن يمكن العمل به وبهذا لا يكون للناس إسلام طيب يعني طبعا هذا جواب مجمل لعدم وجود الوقت بدقيقة يعني هذه حرة تستطيع أن تقول بها عن موضوع الحلقة ما لم نقوله نسألها الله تعالى يخاطبنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا فهذا خطاب رباني في كتاب الله يلزمنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يجعلنا من أولئك المتأسين جزاك الله خيرا وباركا فيك دكتور آمين وإياكم إن شاء الله مشاهدين الكرام ختاما أشكر ضيفي الكريمة الدكتور محمد مجير الخطيب الحسني شيخ داري الحديث النورية كما أشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة دمتم في حراسة الله اشتركوا في القناة